ننتقل على فقرة جديدة فقرة الدزجن الدزجن هو حالة خاصة من الدزجن بكل بساطة ما يتميز عن الدزجن؟ نفس القانون منطبق ولكن هنا دزجن يعني ممتظم نحن نسميه يكون بتون كنار أزون لكلار أشيط بتون أشيط 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 كل الكنار متساويين كل الأضلاع متساويين وكل الزوايا الداخلية متساويين طبعا بالزوايا الخارجية أكيد ستكون متساوية كمان طبعا نحن بنعرف هذا الشيء من قبل متعاملين معه خاصة بالمثلث الثلاثي الأضلاع مثلث دزجن أوتجن نحن ما كنا نسميه دزجن أوتجن وإنما إش كنار أوتجن مثلث متساوي الأضلاع طبعا أضلاعه كله مثل بعضها الزوايا الداخلية هن 180 بتقسم الثلاثة ستين ستين وستين دزجن أوتجن نحن كمان ما نقول عليه دزجن أوتجن ولكن منسميه حالة خاصة الكاري متعاملين معه بشكل كبير كمان هذا له كنار أشيط أربع أضلاع متساوية وعننا الدورت أشيط أشيط وبما أنه مجموعه 360 مثل ما شفنا من شوي في الجدول فكلاياتهم تقسيم أربعة تسعين بتسعين 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 طبعا في القانون أنا مشان أحسب الزوايا الداخلية كمجموع فأنا إذا بدي أحسب الزاوية الوحدة بير إيتش أتش بحسب المجموع كله شقد وبقسم على عددهم بكل بساطة يعني هم 180 تقسيم ثلاثة بالمربع نعرفه كاريه هو 360 تقسيم أربعة الدش أتش قانونة سهلة كتير دائما دائما 360 وبقسم على كم زاوية موجودة على عدد الأضلاع وعدد الرؤوس لأنه مثلا بال الزاوية الخارجية مثلا 360 بالمسلس 360 تقسيم 320 بالمربع الزاوية الخارجية 360 تقسيم أربعة يعني 90 فلاحظوا في المربع الميزة الزريفة أن الزاوية الداخلية وزاوية الخارجية مثل بعض نهايتهم 90 فالزاوية الداخلية في المسلس 60 مع 120 طبعا اللحظة لازم دائما المجموع 180 نأخذ عليهم أمثلة بهذا الجدول اللي كنا كنا معبينه تقريبا فقلنا الـ يكون عندي الـ الـ هي 183 يعني 60 الـ 360 يعني 120 الـ يكون 360 مجموع زوايا كلهم حكيناها لأنه 4 ناقص 280 إذا قسمناه على 4 بطلع 90 والـ 360 على 4 بطلع 90 دعونا نشوف الـ مثلا ونشوف ونشوف الـ ونشوف الـ ونشوف الـ ونشوف الـ 540 فمنقسم 540 على 5 بطلع الـ ونقسم 360 على 5 بطلع الـ 540 على 5 بطلع 360 على 5 بطلع 72 مرة تانية لاحظوا انه مجموع 172 هو 180 دائما زاوية الداخلية مع الخارجية مجموعه 108 بالـ منقسم 720 على 6 منقسم 720 على 6 و 360 على 6 فبيطلع معنا 120 هي و 60 هي 10 فهنا بكل بساطة لاحظوا مرة تانية مجموع 108 طبعا لاحظوا كلما كانت الـ 10 أكبر 10 منطقي كلما كبروا عدد الأضلاع حتى نحن عم نقسم على N فكلما قسمنا على N بما انه دائما 360 عم نتقسم على N كلما كبرت N كلما ضغرت أكتر وأكتر 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 مثلا 1080 على 8 و 360 على 8 بطلع 135 ب45 40 و إذا نقسم على 10 مشان 360 على 10 36 و 1440 على 10 144 و مرة تالتة مجموع الزاوية داخلية والخارجية دائما يساوي 180 دائما هدول مجموع الـ H والطش 108 تمام؟ طبعا هلأ نحن نعف مثل ما قلنا الدورتغان والأوجغان متعاملين معه بشكل كبير رح نشوف عليهم هلأ تمارين بشكل عامل الـ و إن شاء الله الدرس القادم رح يكون على الدورتغان والحالات الخاصة اللي فيه باعتبار الأوجغان تم الدراسة بشكل تفصيلي كبير بصف التاسع والثامن والسنوات السابقة مثال أعطيني هون دوزجون بشكل د X فهذا دوزجون فدوزجون معناته هدول الأضلاع مثل بعضها هذي اللي نستنتجه ومنستنتج أنه الزوايا كله مثل بعضهم D والج والب كله هي هيك والأكس مع التسعين والأ طبعا ما قيمتهم؟ نحن بنعرف أنه بالأن يساوي 5 القانون بيقول هو 540 على 5 يعني 108 يعني بمعنى هون 108 الد والج وب وآ 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 هاو كله هاتهم 108 لاحظوا معناته الزاوية اللي هون هاي كله هاته 108 فمعناته هذا الحكي إذا فيه أنا عندي بالأصل 90 90 الأكس هي الكمالة للمية وثمانية يعني بكل بساطة 90 زائد اش قد سيطلع مية وثمانية بكل بساطة 18 أكس زائد 90 يساوي 108 ننقل 90 للطرف الثاني بصير مية وثمانية ناقص 90 يعني أكس يساوي 18 بكل بساطة ناخد مثال كمان عندي دوزجون ألترغن 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 معناته الأضلاع كلها هاته متساوية هادول الأضلاع هون والزوايا كلها هاتهم أكيد متساويات بما أنه متساويات فين نلاقيهم نحن منضرب ن ناقص 280 على 2 الـ 720 يعني مية وعشرين يعني زاوية هون مية وعشرين وكل الزوايا فعليا مية وعشرين فهي الزاوية كمان مية وعشرين لاحظوا صار عندي أنا مسلس D A F ها مسلس متساوي الساقين متساوي الساقين معت الزاوية تاني اللي تحت قط بعض فإذا كانت هاي X فالتاني اللي هون كمان ستكون X بكل بساطة فبما أنه صار عندي مسلس فيه مية وعشرين و X و X نحن منعرف مجموع زوايا المسلس الـ 180 فالمطلوب هو حساب X منكتب القواعدة معناته X زائد X زائد 120 يساوي 180 يعني 2X تساوي 180 ناقص 120 لأنه منقل 120 لهون ما تعلمنا بحل المعادلات دايما الدين كلام يعني 2X هي 60 بتقسيم على 2 مثل العادة فبطلع معي أنه X يساوي 60 على 2 يعني X يساوي 30 كمان متطور شوي أصعب طبعا هون في قاعدة بتقول أنه لو كان عندي مسلس وهون في ضلعين ما هن فعليا مشكلين مسلس كامل في قانون بيقول أنه الزاوية هون D والزاوية B هدول الزاوية هدول الزاوية هدول الزاوية هدول الزاوية مع المية وعشرين بطلع الزاوية اللي هون هدول القانون يخذينه حتى من قبل صف التاسع ولكن ما رح نستخدمه هلأ حاليا رح نستخدم نحن فكرة تانية نشوف عبقلي كنار سيصير كاتشتر فعبطلب مني أنه أنا أحسب له كم كنار موجود طبعا شلون نحن نحن نحسب الكنار فعليا إذا حسبنا الزاوية الخارجية مثلا الزاوية الخارجية طلعت عشرة فبتعرفوا أنتم من قانون 360 تقسيم شقد بطلع عشرة هو تقسيم 36 مثلا لو كان الزاوية الخارجية طلعت 36 ف366 تقسيم عشرة بطلع 36 لو الزاوية الخارجية طلعت 1 هذا لأنه N هي 360 لأنه نقسم 360 على 360 ففعليا القانون الزاوية الخارجية بيسهل كتير كتير حساب الكنار طبعا فينا نستخدم قانون الزاوية الداخلية ولكن قانون الزاوية الداخلية فيه N فوق وتحت فالتعاون معه ممكن يكون أصعب شوي فلنحن نلجأ عادة لحساب عدد الكنار نتعامل مع قانون الزاوية خارجية طيب شلون نحط الزاوية الخارجية والله نحن الزاوية الخارجية واضح أنه هم في زاوية خارجية هاي تعتبر زاوية خارجية وهاي تعتبر زاوية خارجية ل A B G D A وأولو كمالات نحن مرح يقاملوا معنا في الرسمين فهدول الزاوية الخارجية نسميهم X مع X فالفكرة هلأ رح أمدد أنا من J بحيث لعند D أشكل مسلس مشان كمان تطلع لي هون زاوية خارجية طبعا كان فيني أمدد من J لعند B أزاوي هون زاوية خارجية نفس الفكرة تماما ما رح تختلف مدد هيك معنا بطلع لي هون الزاوية اللي بتطلع هون عند J هاي كمان رح تكون قيمتها كل بساطة X لأنه هي زاوية خارجية حلق طبعا فيه قانون بيقول ضمن المثلس الزاوية الخارجية تساوي مجموع الزاويتين الداخليتين التانية بغض النظر إذا عرفنا هذا القانون ولا لا ممكن نفهم وفهم لحظوا أنا هات المثلس الصغير هاتعي نسميها هاي النقطة مثلا ما لحظوا عندي J دي ما هات مثلس مجموع زوايا 180 نحن منعرف ففي عندي هون X وهون X معتها هاي الزاوية المال الكبيرة هي 180 راح 2X يعني كمالتهم لل 180 لاحظوا كمان الزاوية اللي هون فعليا هي كمالة الزاوية المال لل 180 يعني الزاوية اللي هون كأنه هي نفس قيمة X زائد X يعني هي كمان 2X مثال تعال نشوف يعني كمثال لو جد لكم X في طردوة 50 نقول 50 و50 وطلع لي 100 فمعتها M راح تكون 80 معتها هون بالطرف الثاني راح تكون 100 فمعتها هي كمان مرة تانية X زائد X لو كان X هون مثلا 40 ب40 راح يصيره 80 الزاوية ما راح تكون 100 كمان هون 80 يعني X و X لو X هي 10 طلع لي 10 و 10 20 الزاوية ما هون X مع 2X مع 120 لازم يطلع 180 لأنه مجموع زائد المثلث 180 طبعا هذا يعطينا 3X يساوي 180 ناقص 120 لأنه بنقل 120 هذا القرف يعني 3X يساوي 60 بالتقسيم على 3 ونختصر ل3 فطلع لي X يساوي كل بساطة 10 فمرة تانية بدي هي تحفظوها القاعدة مهمة كتير لأنه مجموع عفوا الزاوية الخارجية تش أتشر بالمثلث هي مجموع الزاويتين الداخليتين تش أتشر التانية التي ما هي جنبه تمام؟ ننتقل على الفكرة الثانية عفوا المطلوبة هي الكنار سيصير كاتشتر نحن ما حسبنا الكنار سيصير عفوا فطبعا شلون نحن نكتب؟ نحن نقول أنه الزاوية الخارجية هي 20 تساوي 360 على N ونضرب الطرفين بالوسطين يطلع لنا طبعا تشلال إجلال 20N يساوي 360 بالتقسيم على 20 ونحسب N بما أنه يطلب منه N هو ما يطلب منه X ندقيق عليها شوية وطيلة فيعني N يطلع لي 18 معتا فعليا هذا 18 كثير أطلع له 18 كنار تمام؟ نجي على مثال أصعب شوي بس الفكرة نفسها كمان الكنار سيصير كاتشتر كمان الفكرة هون أنه نستخدم قانون فهنا معناته هون بلزمني أحط من هنا فبكل بساطة عندي أنا زاوية أول شيء A هون هاي واضحة وعندي زاوية B كمان بشكل واضح فهلأ رح أمدد من G أو من D لا خلاف مثلا خلونا نمدد من D لا الضلع B K مثلا خلونا نسمي هاي النقطة M فبتشكل هون عندي زاوية كمان هاي الزاوية بكل بساطة بكل بساطة لاحظوا حلا أسجعنا للشكل اللي من شوي كان هيك أنه كان عندي هيك مثل المثلث بس ماهو كامل مع ضلعين هيك ما مسابين ضلع ثالث فأنا في ألعب نفس اللعبة أنه أمدد من G للضلع المقابل مثلا هاي سميها نقطة N ومنرجع بنطلع هون عندي هاي الزاوية الصغيرة اللي تشكلت كمان رح تكون X ليش؟ لأنه كمان هي دشعة مرة تانية من استخدم الخاصية اللي حكينا عليها من شوي الزاوية الخارجية بالمثلث NJD الزاوية الخارجية عند N لهون هاي رح تكون فعليا مجموع الزاويتين الداخليتين الباقيات يعني X و X يعني بكل بساطة 2X لاحظوا هلا مرة تالتة فهو بتعرف مجموعه 180 فمنكتب X زائد 3X زائد 60 يساوي 180 صارت حل معادلة بسيطة 4X يساوي 180 ناقص 60 لأنه نقلنا 60 لطرف الثاني يعني 4X يساوي 120 وبالتقسيم على 4 بطلع لX يساوي 30 طبعا نرجع حالا نكمل نحن هدفنا أنه X يساوي 30 هدفنا عدد الأضلاع عدد الكنار فنحن نطبق منقول 360 على N يساوي 30 دشلار إجلار الطرفين بالوسطين 30N يساوي 360 ونقسم الطرفين على 30 ف360 على 30 طلع معش فالجواب فعليا هو 12 كنار طبعا لو طلب مني ال H أصبح القانون سهل لو طلب مني ال H أصبح 30 ال H أصبح 150 لأنه كمالته لل 30 أو هنا أطبق القانون يعني 12 ناقص 12 ب180 على 12 كمان بطلع الجواب بكل بساطة 150 ونعيد القوانين الأساسية التي يجب أن نحفظ قانون ال H أصبح ال H أصبح وقانون هذا عدد ثابت وفعليا إذا نحسب ال H أصبح منقسم على عدد الأضلاع ودائما ال H أصبح منقسم على عدد الأضلاع منقسم على 360 ونضع في بالنا دائما دائما أنه في حالة أي تصبح دائما دائما منقسم على مجموعة 180 دائما أصبح أصبح مجموعة أصبح 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 مجموعة